السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا مبقى الف خير النهاردة عملت وطائر جميلة جدا او صندوشات محشية جبنة ممكن نحشيها اي حشوات تانية بسم الله ما شاء الله بعجينة قطنية في منطقة الجمال صندوشات جهزة لزوم الجامعات والمدارس لأولادنا كل سنة وانتم طيبين اتمنى لو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايز فضلا وليس امرا اتفضلوا معي نشوف الطريقة الجميلة ديت للفطائر الهشة ديت عملناها ازاي نبدأ بسم الله هنشتغل على كيلو من الدقيق كيلو الدقيق هحتاج له معي المكونات الجفة بتاعتي معلقة من السكر معلقة كبيرة من البيكنج بودر زرة ملح صغيرة معي معلقة من الخميرة الفورية او كيس من الخميرة الفورية هنزل بالمكونات الجفة بتاعتي على الدقيق وهقلبهم وطبعا دلوقتي هجاهز معي الخميرة الفورية علشان اتأكد ان هي شغالة معي معي نص كباية من المية هضيف عليها معلقة من السكر وهنزل بالزرف بتاع الخميرة بتاعتي او معلقة من الخميرة وهقلبها وهغطيها لحد ما شوفها طبعا هتبدأ ان هي تشتغل معي طبعا مية تكون دافية معي كبية سمنة على زيت يستحسن ان يبقى سمنة على زيت او زيت لوحده او سمنة لوحدها يستحسن ان احنا ما نحطش زبدة تمام هنبدأ دلوقتي نشتغل في العجان لو مميش عجان هنبدأ ان احنا ننزل بالخطوات بتاعتنا بنفس الطريقة على الايد عادي جدا هبدأ دلوقتي هبس معي العجين بتاعي لحد ما خلي المكونات الجفة تتشرب كويس جدا من السمنة والمادة الدهنية كويس جدا ومنساش ان انا هنزل الاجناب من العجان علشان اتأكد ان المكونات كلها اختلطت معي والدقيق اتغلف كويس جدا بالمادة الدهنية هنزل بالخميرة طبعا الخميرة اشتغلت معي تمام هنزل بالخميرة وهبدأ ان انا هشغل معي العجان هخلي العجين معي يتشرب من الخميرة ومعي مية تكون دافية بس ما تبقاش سخنة معي تبقى دافية بس تمام هبدأ ان انا هشغل معي العجان على سرعة تكون متوسطة معي على سرعة رقم اثنين وابدأ ان انا ارفع معي العجان وانزل الاجناب معي ومعي كوباية مبدئيا من المية ممكن احتاج مية تاني وممكن محتاجش هبدأ اعجن العجين بتاعي علشان العجينة بتاعتي تتخدم كويس وتتلم تمام طبعا العجينة بتاعتي بسم الله ما شاء الله بقى القوام بتاعها في منطقة الجمال بالشكل ده كده معي مشاء الله شايفين العجين مشاء الله جميل جدا والمطة بتاعته حلوة جدا مشاء الله ده دليل على ان العجينة اتخدمت كويس هبدأ ان انا هغطي العجينة بتاعتي اسيبها تختمر ونرجع مع بعض تاني معي العجينة بتاعتي اختمرت مشاء الله بالشكل الجميل ده كده هبدأ ان انا اطلع منها الخمر اللي فيها وابدأ ان ازلها معي على الرخيمة بتاعتي الرخيمة بتاعتي نجيفة زي الفل بابدأ ان انا بشتغل معي على الرخيمة بيبقى اسهل معي طبعا مشاء الله العجينة في منطقة الجمال هبدأ اقطع العجينة بتاعتي لكرات متساوية على حسب ما بنحب الفطائر بتاعتنا صغيرة ولا متوسطة طبعا يستحسن ان هي تبقى متوسطة معينا قد حجم الرغيب الكايزر او الفينو بتاعنا الصندوشيات العادية بقطعها كده بالحجم ده كده مظبوط جدا وبركنها معي على جن تمام قطعت معي العجين بتاعي كله لكرات متساوية هبدأ ان انا اشتغل معي في العجين بتاعي معي جبنة يستحسن ان تكون جبنة براميلي او جبنة تكون قديمة شوية دي بتبقى افضل حاجة معي للمعجنات الحدقة ممكن نحشيها كمان يا جماعة اي حاجة غير الجبنة نحشيها لانشن نحشيها جبنة رومي ممكن جبن يعني مختلفة معانا مع جبنة متزرلة بنبدأ ناخد قطعة العجين بتاعتنا وبنفردها معي على هيئة دايرة بالايد طبعا مش لازم نستخدم معانا النشابة تمام كده ببدأ احط معي قطعة الجبنة وبفردها معي على العجين وببدأ ان انا بلمها معي زي القطايف بالزبط كده وببدأ اقلبها معي كده وبفردها بالشكل دا كده اهم شي ان هي تتقفل من تحت علشان الجبنة متطلعش منها معي صاج مدهون بمادة دهنية زيت وببدأ احط الفطائر بتاعتي مع بعض لازم تبقى الفطائر بعيد عن بعض علشان طبعا هي هتخمر تاني ما تلزقش في بعضها بنقفل معينا زي ما هو واضح اهم شي نقفل كويس جدا عشان نضمن اللي الجبنة او الحشوة اللي احنا بنبقى حشينا لازم تبقى الفطائر بتاعتنا متطلعش بخلص الكمية بتاعتي بنفس الطريقة ونرجع مع بعض تاني معي بداية ومعي زرف من الفانيليا ومعي معلقة من اللبن بحطهم معي على البداية وبربهم كويس جدا مع بعض وبدهن الوش بتاع الفطائر بتاعتي كويس جدا مولع الفرن معي بخلص الكمية على درجة حرارة 180 مسبقا في الرف الوسطاني بدخل معي الفطائر بتاعتي هتاخد لون جميل جدا من فوق ومن تحت مش هنحتاج الشوية ولما تطلع هنشوفها مع بعض حبيبي بسم الله ما شاء الله الفطائر بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله واخد اللون الجميل ده كده طلعتها من الفرن وطلعت هم كانوا صادين معي طلعتهم حاطتهم مع بعض كده وكنت مغطيهم زي ما كنتوا شايفين بسم الله ما شاء الله عمل الكاملية حلوة جدا واللون بتاعه جميل جدا بسم الله ما شاء الله وطرية جميلة جدا مهشة وقطنية وهنفتحها كمان عشان نشوفها مع بعض كده بسم الله ما شاء الله شايفين جمال بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا وطرية جدا ما شاء الله عليها اتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته